اشتركوا في القناة وفي مواجهة استنكار الحاضرين لهذا السلوك طالبهم اوباما باحترام الرجل لسنه والانسياع لحرية التعبير عن الرأي توقفوا في البداية نحن نعيش في بلد يحترم حريات التعبير ثانيا يبدو انه قد خدم في جيشنا وعلينا احترام ذلك ثالثا انهم سن وعلينا احترام كبار السن رابعا لا تصرخوا بل اذهبوا للتصويت في غضون ذلك كانت كلينتون تلتق حجدا من انصارها في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان حاضرة صناعة السيارات الامريكية التي تلقت ضربة قاسية خلال السنوات الماضية جراء الركود الاقتصادي الذي لا تزال تتعافى منه البلاد تخيلوا ان لكم رئيسا يدين بمئات ملايين الدولارات لبنوك ومؤسسات اجنبية ولم يعلمكم بذلك تساءلوا في حال جلس على طاولة مفاوضات مع اناس من تلك الدول هل سيضع مصالحه الاقتصادية على المحك ويقوم بتبجيل المصالح الامريكية؟ اما ترامب فقد اختار ولاية نيوهامشير المتأرجحة في شمال الساحل الشرقي للبلاد للقاء حجد من انصاره في الولاية مجددا اتهامه لكلينتون بسوء استغلال النفوذ واللامبالات هيلاري كلينتون كذبت على الكونغرس وهي تحت القسم وذلك عندما قالت انها سلمت عمالها المرتبط برسائلها الالكترونية وهذا يعني انها تواجه الان مشاكل قانونية كبيرة كيف لكلينتون ادارة بلاد وهي لا تستطيع ادارة بريدها الالكتروني ثلاثة ايام فقط تفصل الامريكيين والعالم باسره عن معرفة هوية الرئيس الامريكي المقبل ايام ستمر عصيبة بلا شك على طرفي السباق بانتظار ساعة الحسم